حضرتك تشرح لنا فكرة مشروع رأس الحكمة والإعلان عن المشروع تحديداً في هذا التوقيت الحقيقة مشروع رأس الحكمة من ضمن أكبر مشروع استثماري داخل الدولة البصرية خلال الخمسين سنة لفتهم لا يوجد هناك مشروع بهذا الحجم وبهذه الكمية وبهذه القيمة المضافة الحقيقة ناخده من عدة أبعاد البعد الأول وهو المنطقة الغربية بمعنى أن هذا المشروع عندنا هناك مدينة كبيرة اسمها العالمين الجديدة والمدينة دي بينظر إليها على أنها تكون عاصمة اقتصادية للدولة المصرية وعاصمة سياحية وبالتالي هذا المشروع سيضيف قيمة مضافة لهذه المنطقة باعتباره أنه هو أولا مساحة كبيرة مبلغه حوالي في خدود 35-36 مليار دولار هذا المبلغ الكبير جهة تقريبا عبارة عن دفعة واحدة يعني إذا كان جهة 10 و 25 في خلال 6 شهور فهو يعتبر دفعة واحدة عمل وكمان الظرف اللي كان موجود فيه إحنا كنا عارفين سهة 23 و 22 إن الاقتصاد المصري كان بيعاني من عسر مالي كبير هذا العسر المالي الفني نتيجة ضعف السيولة النقدية ونتيجة تأثر كل روافت الدخل المصري يعني كانت تحولات المصريين في الخارج تأثرت قناة السويس كانت متأثرة الصدرات كانت منخفضة الإيرادات كانت منخفضة الأمور تأثرت التضخم كان مرتفع الأسعار مرتفعة كمان احتياط النقدية التضاءل لحد كبير الديون وصلت لمرحلة صعبة جدا كل دا كان إيه لأن عشان نبقى إحنا عارفين إن إحنا من 2019 والاقتصاد العالمي بيسموه اقتصاد تصدير الأزمات بمعنى إن أزمة وراء أزمة وراء أزمة وإن الأزمات في عصر العلمة ما بقاتش قاصرة عن منطقة يعني أي أزمة النهاردة إحنا عندنا أزمة في غزة النهاردة مؤثر على أمريكا ومؤثر على أوروبا وبالتالي أزمة أوكرانيا أثرت على مصر وأثرت على أوروبا وكذلك كمان كان قبل كده كان كورونا الحقيقة أزمة كورونا وأزمة أوكرانيا بيسموها الأزمات المعقدة الأزمات المعقدة اللي هي إيه الأولى كانت الناس قفلة على بعضها وما فيش منتجات بتطلعها يا دوب كورونا مشت العالم بدأ يفتح بدأ يدخل فيه أوكرانيا أوكرانيا أزمة أوكرانيا يبدو إنها إحنا أكتر ناس تأثرنا فيها لعدة أسباب السيب الأول إنها أولا بتمس الغذاء منطقة القمح وإحنا أكبر دولة مستوردة للقمح النقطة الثانية بتمس الطاقة وإحنا كزان بنستور الطاقة والطاقة عندنا بعافية شويتين الحاجة الثالثة اللوجستيات الحاجة الرابعة كمان اقتصاد مصر نتيجة الحروب الكثيرة وإحنا بالنهاردة بنهني المصريين بستة أكتوبر الحروب الكثيرة بتأثر على اقتصادات الدول الكثيرة نصر دخلت حوالي ستة حروب تراني واربعين وستة وخمسين وسبعة وستين وثلاثة وسبعين واستنزاف وآخر حاجة للإرهاب هذه الحروب أثرت في المجموعة ككلية النهاردة الاقتصاد النصري بيدفع تراكمات تراكمات كبيرة على خمسين سنة فاتت نتيجة الحروب الصحيح النهاردة المواطن بيشعر بيجي في الآخر النتيجة لكن لما نحسم من الأول خالص ستة حروب خفضت على القيمة الشرائية وخفضت المشروعات وخلت المشروعات التنمية بتشتغلش والمدارس ما كانش بتتبني والجماعات ما كانتش كثيرة حصلت زيادة في المدارس زيادة التلخم الزيادة السكانية كل دي مع الأزمة الكبيرة الموجودة دي جعلت ميزان المدفعات في الدولة المصرية يعاني من عكس جعلت كمان في شح دولاري بشكل كبير جداً لم تراه الدولة المصرية حتى في عام سواع ستين دي لاندي تراكمات الحاجة التالتة كمان الوردات غلط جداً لأن الأسواق اللي بره غلط جداً في الوقت نفسه كمان المجتمع المصري فيه خصائص المجتمع المصري ليس مجتمع رجال أعمال هو مجتمع وظيفي وفيه عندنا 80% من سكان المجتمع أصحاب دخول سبتة فالدخول السبتة ما قدرتش تتجاوب بسرعة أو عندها مرونة للتعامل مع التضخم السريع فأصبح هنا الناس وقفة على صفح ساخر من هنا جاءت أهمية صفقة رأس الحكمة ليه؟ لأن هذه الكمية عشان نقدر بقى نعدل أول حاجة عامت فقط في الموازنة وبالتالي أصبح عندنا فقط هنا موجود خفضت الديون بحوالي 11 مليار دولار وبالتالي بعد ما كان 167 بقى 156 الحاجة الثالثة كمان الفائض اللي عندنا النهاردة ما يدخل موازنة الدولة المصرية 46 مليار دولار مرة واحدة كده يحصل يبقى أول حاجة اللي هو يهمنا جدا فيها استقرار سعر العملة لما تستقر سعر العملة بأن حكس ده على حاجات كتيرة جدا القوة الشرائية بتاعت الجنيه المصري بتثبت وبالتالي هنا يمكن التحكم في الأسعار إلى حد كبير وعاة التوازن يعتبر ضربة قوية كمان لسوق الموازنة الحقيقة هو أضع السوق الموازنة أطلاقا نتيجة جهول الدولة من ناحية ونتيجة هذا لكن دايما المعروض لما بيزيد هم بيحكم السوق وده من المعروض زاد في النقد الأجنبي السوق النهاردة من يوميا لحد النهاردة إلى حد كبير متسابق جعل الدولة بقى كمان في نقطة مهمة جدا الموضوع ده إن لما ييجي النهاردة سعر عملة سابت وإن في استقرار في العملة وإن هناك مشروعات بيفتح شهية مستثمرين آخرين للدخول للدولة المصرية ليه؟ لأن أي مستثمر في الدنيا بيحب الاستقرار وأي مستثمر في الدنيا بيحب حد يكون سابق فالمشروع ده أنا ما جت بالاتفاق مع أحد الدول العربية وهذه الاتفاقية هناك فتح شهية بعض الدول الأخرى في إنها تدخل معانا في مشروعات أخرى وبالتالي جعل هنا كمان الدولة تتوجه إلى استراتيجية الإنتاج بمعنى أنه إحنا عارفين من تمانينات القرن الماضي من أيام السادات مكان ما الله رحمه موجود ونتذكره النهاردة ويام مبارك إحنا عارفين أنه عندنا أزمة إنتاج وأن الطاقة الإنتاجية والقدرات المؤسستية بتاعت الدولة غير قدرة على الإنتاج لقصور الاستثمار وقصور الحاجات التانية فالدولة كانت بتشغل بقالها النهاردة ثمان سنين أو عشر سنين على تهيئة البنية التحتية وتشريعات وغير وغير لكن ده كله كان في ضوء عدم استقرار العملة والتضخم المرتفع والظروف الاقتصادية والنظرة التشاؤمية كان المستثمر بيقدم خطوة وبيرجع التانية لكن حدث في هذه الحالة أربع حاجات مع بعضهم جعلوا استقرار أول حاجة أنه تم اتفاق مع صندوق الارتحاد الأوروبي على منح تمويلية وبالتالي الاتحاد الأوروبي وفى بوعده ودهنا المنح التمويلية تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق مع بعض الصناديق العربية كم الاتفاق على هذه الاتفاقية من هنا نأتي إلى أن المرحلة الخمس الشهور اللي فاتوا دولت يعدوا من الشهور الجيدة جدا من حيث التقارير الدولية عن الاقتصاد المصري على الأقل استقرار ترجمة نانسي قنقر